السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس أربع نيسان إبريل القمر ما زال موجود في برج الدلو من يوم أمس ورح يظل موجود في برج الدلو حتى تمام ساعة 11 و 12 دقيقة من ظهر يوم الجمعة اللي هو يوم الغد بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحود القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و 42 دقيقة من مساء الأربعاء اللي هو موعد بث الحلقة بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد طبعا توقيت بتوقيت جرينيج وبعديها القمر طبعا رح ينتقل لغاية الساعة 9 الساعة 9 و 9 دقائق مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الخميس رح ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته ما زهلت الأوقات بالنسبة لأنه ملحة أو بحاجة ملحة للتغيير لأنه الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 3 و42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج يجب توقي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعصر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 8 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عنا بطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هاي الأعضاء ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى ولكن ممكن إجراء فحصات أو مراجعات طبية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناة خلو المسار القادم زي ما ذكرنا ببدأ الساعة 35.39 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش صباح غداً الجمعة ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 11.12 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيش لينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم الساعة 12.39 دقيقة بعد منتصف الليلة هاي بصير 25 يوم نسبة الإضاءة 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19.04 سعيد العام بنسبة 30% في ساعات المساء سعيدة بنسبة 15% القمر في الدلو حتى يوم 5.04 منتحس الآن بنسبة 15% ساعة الصباح منتحس بنسبة 40% أما ساعة المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25.04 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 5.04 منتحس بنسبة 25% المريخ في الحوت حتى يوم 30.04 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 منتحس بنسبة 10% سحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة هاي أجواء داعمة لناسبك العمل ضمن مجموعة برضو علاقاتك الاجتماعية ممكن تستفيد منها بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة نظم جدوى أعمالك تحسبا لضيق الوقت برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إيش إنك ما تشوه سمعتك لأن الظروف ضاغطة ممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة بدك تكون متنبه ومنتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات طبعا لبعيدة أو مع أشخاص أجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم موسعكم اليوم اجتياز امتحان وبرضو فترة جيدة لتوقيع العقود ولكن تأكدوا من محتواها ممكن تروج لمواهبك أو اهتماماتك كن جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت وثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة يعني في انفراج وتقدم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك خففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة أو صحح اللي انطباعت عنك كن واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأي شخص بإنه يشكك بقدراتك بتنشغل بملف أو بمعاملة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو بالعاطفة أو ما بين الأزواج هذا اليوم يعتبر يا أسوأ يا أكثر الأيام حظا فحاول أنك ما تهدد استقرارك حاذر من الفضائح بتمهل لا فرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخرج والحلول دون تشنج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل إلا أنه في عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان من نسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو هواية وبتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر فترة فيها حضوض أهم شيء إنك ما تقف متفرج إسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقاري أو أمر يتعلق بالمنزل أو تصليحات اتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات واللقاءات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وتصرف ولكن سيطر على إنفعالاتك ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنتم ممتلئون نشاط وحيوية اليوم وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات بتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة هاي فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية الغد فضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة وبنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء